اشتركوا في القناة التفسير المنهجي للقرآن الكريم تقيم كلية التربية في جامعة كوفة وتزامنا مع المولد النبو الشريف ومولد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام هذا الاحتفال التكريم للعتبة العباسية المقدسة وللأستاذ الأول متمرس الدكتور محمد حسين عبدالصغير بمناسبة إزاحة الستار عن كتاب التفسير المنهج للقرآن العظيم هذا الكتاب الذي تبناه سماحة المتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي بطباعته ليعطي دلالة كبيرة جدا في تكريم العلم والعلماء حقيقة هذا الكتاب يصادف مع صدوره في عام 1440 هجرية مناسبة أيضا مرور ألف عام عن صدور كتاب التبيان للشيخ الطوسي حيث صدر وقلف في 440 هجرية يوم مبتهج بالآمال بفتح نافذة جديدة للعلم بتفسير القرآن الكريم جاء متزامنا بمباركة ولادة العلم والفكر النير هو رسول الأمة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وآله إذ كان للعتب المطهرة رسائل مباركة باهتمامها بالعلم والثقافة التي تسري لخدمة المجتمع بعلوم القرآن الحكيم وعلوم محمد وأهل بيته الأطياب نحن هنا نترجم أسطرا أخرى من رؤية ورسالة العتبة العباسية المقدسة في خدمة المجتمع ومن أوائل الأهداف هو خدمة السير العلمي والتربوي والثقافي في المجتمع أو الإسهام فيه لأن هناك مؤسسات أكاديمية نهضت بهذه المهمة العلامة الدكتور محمد السين علي الصغير شهدت له الأوساط الثقافية بباعها الطويل في خدمة المشهد الثقافي العراقي والعربي بشكل عام آفاق علمية جديدة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام التي تعد من أسمى المدارس الإنسانية والعلمية والثقافية بتفسيرهم للقرآن العظيم تعنى بمحاربة التزييف والتحريف في بعض التفاسير التي بدت بغزو العقول نور علمي جديد أضيف للمجتمع من أجل تكوين أجيال تهتم بالثقافة والعلم في العالم الإسلامي في داخل العراق وخارجه إمامنا الصادق وهو أستاذ أئمة المذاهب هذه الجامعة التي تخرج منها الكثير من العلماء والفقهاء بمختلف المذاهب كل يقول حدثني جحفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه كانت ولا زالت هذه الجامعة تعطي ثمارها وتعطي خيراتها وتعطي بركاتها ومن هذه الثمرات والخيرات هما العلماء ومنهم أستاذنا الدكتور الصغير حفظه الله الذي أنتج بفكره بهذه المدرسة وهذه الجامعة القيمة هذا الكتاب الخالد كتاب التفسير وهذا الموضوع مهم جدا فما أحوجنا إلى الرجوع إلى القرآن الكريم والاستفادة من خزاء القرآن الكريم لأنه يعد القرآن الكريم هو المصدر الأول لوحدة الأمة القرآن الكريم هو أساس العلوم ومنبعها وأودع الله تعالى علم كل شيء فيه فالله تعالى وجد فيه من العلوم الشاملة المنهجية المتبعة فالذين يفهمون القرآن من العلماء والمفكرين يعلمون جيدا أن القرآن هو أساس العلم فمن غيره لا يتم العلم مما عنا بالعتب العباسي المقدسة أن تضع نصب أعينها باهتمامها بعلوم كتاب الله والعلماء الذين يفسرون كلامه ترجمة نانسي قنقر